مفهوم التدفق المالي والادخار المالي وعملية التخطيط لوضع ميزانية تخلينا نبتعد عن موضوع الأقصاد وأيضا عن موضوع الديون والبعض ممكنه هو يتذمر أن معاشاتهم والله ما تكفيهم أنهم يتدخرون الغلاء المعيشي اللي قاعدة نعيشه ممكنه هو يسبب لهم أيضا هذا النوع من المشاكل المالية فشو ممكن نحن نحط لنا خطة واضحة في موضوع الادخار المالي مع مستشار تطوير الأعمال فيصل الجاسم حياة كلها استاذ ومنورنا اليوم الله يسلمك يا حييت يمكن موضوع الادخار احنا كشباب ساعات نتهاون في بمعنى نتلقائنا والله دائما ما فلوسنا تطير ومعاشاتنا تطير ما بين المطاعم البنات التسوق وغيرها ومخذتنا الدنيا ولا قادرين احنا نعمع لنا بستين ثلاثة فخلنا نتكلم عن مفهوم الادخار المالي وبالأخص في مجتمعنا تمام أخي الحصيات تقول أن تغريبا في أكبيرا من الشعب الكويتي طافة 75% يوصل لنص الشهر الراتب طاير مثل ما تفضلتي على مجموعة من الأقصاد على مجموعة من المطاعم ومجموعة من المركات وهذه ما فيها حرجة نحن جبلنا على هذا الشيء ولكن المشكلة أنت شلون قاعد تقدد نفسك إلى آخر الشهر براتب بسيط جدا التدمر صار وايد والغلاء صار أكثر بعض السلع نقول طغت في الأسعار كانت قبل مثلا 200 صارت بـ 600 والدينار صار يارو 200 فتقريبا الزيادات قاعدت توصل لـ 90 إلى 100% الادخار المفهوم كان عندنا قبل أنا كنت أتيمع لكشنبيزة حق اليوم الأسود لا قدر الله حادث لا قدر الله عملية لا قدر الله هالشيء إينا قبل فترة وكان في ابتكار عالمي لمصطلح اسمه الدخل السلبي بمعنى مجهود بسيط مدخول وايد كبير فكان في تساؤل وايد كبير يطلع ليش الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقر بس للتوضيح أنها ما نبي نبس أنه غني بالمال ولا فقير في المال لأنه بالنهاية احنا كلنا فقراء لله سبحانه وتعالى ولكن القصد ليش رجل الأعمال الناجح مهم يكون فيه انهيارات مهم يكون فيه مشاكل اقتصادية المال عندك يزيد أما الشخص البسيط العادلي وأنا وأنت وخنقول في شريحة كبيرة من الشباب يعني فيقى الانتكاسة يمكن ينكسر يأخذ لقرض ولا يأخذ لأقصاد لما ينا لقينا في علم نفس المال يقول لك تفكيرك وهو اللي يسبب لك هذا الشيء بمعنى لما ينزل للراتب ما عندنا تخطيط ميزانية سليم شنو الأولويات المهمة اللي أنا من غيرها ما أدر أكمل حياتي بعدين رح ننزل لأقل أهمية أنا ممكن أكمل حياتي بعدين رح ننزل لأقل أهمية لما نوصل حق أقل أقل أهمية بما ننتحين شباب إيش كدر قاعد قطين على المطاعم بالشهر والله قل قد دي الرقم وايد 150 لا لا ما توصل هالدرجة ولا أنا عارف شباب يقضون 250 لا لا أنا وايد أحد من طلعاتي علشان ما أصرف وايد مثلا عديها مرة ثانية أحد من طلعاتي عشان ما أصرف نزل خلي طلعاتك مثل ما هي وصرفي مثل ما أنت بس بقي شوية وايد صعب لما يكون أردلي معاك اللي حولك مثلا متعودين نهما يروحون هالمطاعم هذه أو مثلا الطلعة النسبوعية بتكون في هالمكان وايد صعب أن أنت تقول لا ما رح أقطو لا لأن سافة ناسي بوكي هذه صارت غديمة خلاص نزل خلينا نحن حين على المطاعم لما نطلع شباب سواء كانوا بنات مع بعض ولا شباب مع بعض متفقين حق مطعم سين صادعين غالي صحيح عندنا شغلة ندامنا نسويها بيروح الحماسة والشباب علي أنا العشاء تصير لا علي أنا لا علي أنا حلوة ليش ما يسير نظام أمريكي أنت شنو طلبت تدفع أكلك فأنت أساسا وفرتهني بدل يعني هذي قالها وارن بوفت تقريبا يصنف ثالث أغنى رجل في العالم من البورصة نعم يقول لك إذا أنت مصروفك اليوم 100 دولار شيل منه عشرة تصرف كم تسعين تسعين على مدار ثلاثين يوم أنت وفرت كثير ثلاثين يوم ثلاثمين ثلاثمين دولار صحيح كيف سيها بالكويتي أنت قاعد تخش باليوم عشرة بالشهر كم قاعد يطلع لك ثلاثمين دينار ثلاثمين دينار ترى مبلغ وايد كبير صح خصوصا مع تطور الأعمال يصار في عندنا مشاريع برأس مال ثلاثمين دينار ومكاسبها خيالية جدا عشان احنا ما ننجز من مكان لمكان خليناها حين على الدخار في مشكلة أول ما ينزل راتبك إذا كان عليك طبعا قرض وأقصاد هذه بعض شهرة ثانية صحيح بس عموما خني بسين من الناس نموذج من الناس عنده أقصاد مئتين دينار وراتبه ألف أول ما ينزل قص شمب وقاله ثمانمية صحيح ناخذ منهم عشرة بالمئة عشرة بالمئة من الثمانمية شم؟ ثمانين ثمانين هذي اللي أحضهم بحساب ما أجيسه أبدا لمدة سنة ثمانين باثنعش فيها رقم حلو صحيح سمم أي أشوف الحاجيات اللي أنا أبيها شو الأشياء الضرورية اللي عليها انترنت فواتير مطعم فواتير تليفون فواتير هنا فواتير هنا في أشياء اللي إحنا استغنينا عنها ما رح أقصص على نفسي رح أعيش مثل ما أنا بس في مصاريف قاعدة تروح صحيح تمام نرجع لش حق الدخل السلبي بدالة إحنا ما نصرف نصرف وننمي المال يعني وارن بفت أنا وايد أحب قرالة وانصح لكل يقرالة عند هم بعد مقولة ثانية يقول لك وزع بيضك في أكثر من سلة نعم عشان لي طحت ما ينكسر كل البيض صحيح ليصار عندك مشكلة عادي إحنا نعرفها تدري وين استاذي وين إذا بتسافرون لا تحطوا فلوسكم كلها عندكم لا تضيع جنطدها أنا عرفها إحنا بس في المكان إجيلا لو نطبقنا في الحياة رح نلقي شيء وايد ممتاز طبعا وايد ناس تسأل فيصل أنت غني أقول لأنا مو غني أنا مو مليونير صحيح بس عندي الحاجة اللي تكفيني وتكفي اللي معاي صحيح وسويتها بذراعي ما قزقست على عمري بس طبقت لها 10% من الراتب طبعا إحنا شننا نسوي العشرة بالمية من الراتب أنا نحطها في البيت صحيح حال نحل أي واحد لإضاقة في الوسيع وخلص معاشها صرف منهم فإحنا وجدنا شيء ثاني هذا العشرة بالمية تاخذها 80 دينار 90 دينار 100 دينار تاخذها وطير سوق الذهب المباركية تنزل السرداب تشتري فيها سبيك الذهب هذا استثمار استثمار أخليها سبيكة على سبيكة على سبيكة أنت إذا خشيتهم حق سنين طويلة راح ندبل سعرها بالطول بالعرض صحيح احتجت فأنت محافظ على فلوسك حتى لو بتبيع صحيح ممكن بتبيع بتسعين ولا ثمانين أنت هم بعد ربحان خلص دانية سدانية حتى لو كان نازل ماك ونازل وايد حلوين حلوين بس أنت بدل ما تمشي تصرف اصرف ونمي أموالك طيب أستاذي ما أنا ذكرت موضوع العمليات الاستثمار في الأموال وأن الأفضل هو يشتري الذهب البعض ممكن يشوف أن إذا تبي تستثمر استثمر في العقار بما أن العقار دائما ما يكون هو مرتفع والحين يعني الهبة الدارجة أن الناس تبدأ تشتري العقار صح في خارج الكويت مثلا كون أن السعره يكون مناسب ممكن أنه يستثمر من خلاله هذا العقار فشون تشوف هذا الموضوع راح أطبق عليك لو خيرتك من الذهب والعقار تختارين الذهب أضمن لي أضمن لك إذن اخترت العقار هل عندي فوص العقار؟ من يمام عقار 55-60 ألف بره صح فرح نوصل لنا وأخذ قرض وفي معلومة يمكن الناس ما تعرفها أن الفائدة غير ثابتة متغيرة صح كل منبق المركزي رفع الفائدة زعتت عليك الفوائد وطبعا في مشكلة كبيرة مع الفوائد لأنها ما هي ثابتة بين صاعدة وبين نازلة عفوا أنت ما أخذ قرض بـ 50 ألف قاعدت ردها 65-70 ألف حتى صافة القروض حين صارت شوية هم باعت صعبة 40% من الراتب وغيرها لكن سوق العقار في مخرج جديد بالكويت تواب تكره فكرة يديدة أول مرة تصير اللي هي التسويق العقاري راس مالها 300 دينار يرجع لك عوائد سنوية ثابتة بتوقيع من مكتب محامي 10% هذه يديدة لهذهنا بنوقف عندها 300 دينار هذي خوش شيء هذي خوش استثمار حلوة استثمار جدا رائع طبعا وائد ناس تقول لك 300 دينار عشرة بالسنة يعني كم 30 دينار محل وصح ولا شيء بلاش 30 دينار طبعا تمام خنقيسها على شيء أكبر أنا حطت وديعة 5000 دينار في بنك ما أعلى بنك بالكويت تعطيش وديعة 1.1 يعني 5000 55 دينار نعم 5000 55 دينار أنا قوة أنا حطي 300 بعد 30 دينار من أقوة أنا ولا البون لا أكيد أنت أكيد العقار أنت حطت تنحي 5000 كم بيهيك بيهيك 10% حطت 10,000 طبعا يعني هي 300 مع مضاعفاتها أحنا ما قاعد نزوق بس يا الوقت نحن نقول حقي الشباب أصرف استانس الدنيا صارت غالية لا تكون اتكالي طلع أنت لفلوس من نفسك نمي أموالك خلها مثل عجلة وكبرها وحدة بوحدة يبي لها تعب إيه يبي لها صبر إيه يبي لها تعلم فيها خسارة أو لا لنقسها خسارة خنقول تجربة ناجحة يعني في تجربة فاشلة بعد خنقول خبرة لما نقول خبرة شنو معنى كلمة خبرة أفلان عنده 15 سنة خبرة شنو معناها هل معناها نوع عنده 15 سنة نجاحات لا أطبق عليك أنت أنا ممكن سألت مساعة قالولي مذيعة شباب صال لها ثلاث سنوات في هالمجال أربعة من قالك ثلاثة معلومات غلط أروح أكي معلومة غلط ممكن على نشوار السكة لما وصلت أربعة ولا ثلاثة أول ما بلشت هل كنت بهذه الطلاقة لا طبعا بهذه الجرعة بهذه الإمكانية ما فشلت ما توترت ما بيتشيتي ما زعلت وائد صح ولكن من داخلت شنو يبي أبي أصير مبيانات شحة أبي أمثل مثلا صورة شاب الكويدي أبي 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 نفس الشي في مجال العمال الطيحة اللي ما تعورك تقويك طبعا فأنا واجد أضيف صلقي على شباب طق والأربعين عيالهم نص عمرهم يقولك أنا والله ما أخذ من الوالد مصروف مو عيب مو عيب لها العزوة بس لا تصير ابتكالي صحيح إذا أنت عمرك أربعين سنة قاعد تاخذ من يعني الوالد والوالدة بس هو حصار مستقل يعني عنده وظيفة عنده معاش يعني مفروض أنه ما يحتاج هاله لأنه مفروض أنه يظل يعيش على مقدرته يتعلم هذا المفهوم عنده لأنه إذا بدأ يأخذ منه وهو عنده معاش وبتالي شرح يقدر نهوه يدخر ويمع ويستثمر أبي أرجح كلامك أول ما بلشت شنو قلتني قلت إحنا الشباب نتأثر مع بعضنا بعض فإذا كانوا قروب يقول مطعم معين فهنا مجبورين نروح مطعم معين فما بعد شحين في الشباب صار لهم هم بعد موضة أنا مراح شبههم بالمنات فصار فيه ألوان وصار فيه منتجات وصار فيه ساعات وصار وصار وهم بعد الواحد من حق أنا يكشخ طبعا بس اكشخ على قدك صح عشان تتنمي أموالك وتستثمر أموالك عشان شيء إحنا نقول لك إحنا دائما قاعد نشجع الدخل السلبي أنا كنت مجهود بسيط بدخل مرتفع خنقيسها لرجل أعمال صاحب مجمع ما وظيفته شنو رئيس مجلس إدارة إي وقع والله المكرة أفلانية تبي حليب يبون جبن يبون ملابس يبون كذا وقاعد ياخذ راتب بشار كم قاعد يوصل عشرة ألاف اثنى عشر ألف الله يهني وزيده في المقابل أنا قاعد أشتغل ثمان ساعات باليوم نعم وراتب يشم وصل ألف ألف ومئتين هذاك جهد بسيط مدخول عالي أنا جهد عالي مدخول بسيط نعم فهنا الحين قاعد نزيد الوعلي المالي ونقول لهم تعال خلي يكون عندك تدفق مالي بمعنى الدينار بدل ما تصرفها ازرع خليه بك دينارين اصرف الدينار والثاني نمه مرة ثانية فراح سين مثل دولاب يكبر عندك مثل مثل كرة الثلج لدميتها جدا تكبر 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 لما تصبح شوي ثقيلة ما تندز هذه الفكرتنا عن إحنا اللي هي لما نقول الدخل السلبي وعلى تدفق المالي نعم التدفق المالي وسوقع بما انتقلت على شكل جدا بسيط وبشكل عجالي لكن نبناخد تفاصيلة أكثر عشان نقدر نخلي الكم الكبير من فئة الشباب يستفيدون من هذا الموضوع من بعد هذا البريك وما زلنا مستمرين في موضوعنا حول التدفق المالي وأيضا للدخار المالي مع ضيفنا الاستاذ فيصل الجاسم ممكن استاذ إذننا بنحط الآن خطة للشباب نبسطها خطتين ما بين الدخار المالي ما بين التدفق المالي تمام يعني ايو بي خلنا نمسك ايه بما ان الرواتب على الأبواب عدل خلنا نسوي احنا شنو لست أحمر أزرق أخضر الأحمر شنو الأشياء اللي أنا لازم أشتريها عشان ما أتأثر علي مثل المأكل مثل المشرب نية حق الأشياء الكمالية هل مجبور ان أنا والله خمسة يام بالسبوع أكل واجبات سريعة لا ممكن أنا أخفف يعني واجبات سريعة بالسبوع شنو قاعد كلفك مانيمم خمسة عشر مكسيمم خمسة عثلاثين دينار أنت أولى فيها هذا أسحبهم وحطهم في مكان ثاني أنا حسبت مرة شنو باني كل يوم مثل أيام الجامعة كل يوم أخذ أمر الكافيل فلاني أشتري قهوة حسبتها بالشهر طلع تقريبا مئة وخمسين مئة وخمسين من أولى أي القهوة اللي فيها شوية ثلج نفس الكافي نفسها نحن ما نطعن طبعا هذا الشخص دكي لأنه هو وفر لك أيدي عاملة وفر لك مكان كشفة وفر لك مق وفر لك وجبة سريعة وفر لك اللي هي طبعا تكوي هو شاطر خسرنا هم بعد شطار فمثل ما قلت شايب الخطة مثل ما قلنا حوى شي أحمر أشياء أنا ما درستاني عنها أزرق أشياء لو استغنيت عنها ما تأثر علي وجبة سريعة سينمك الأسبوع سفرك الشهر ترى منها فايدة مبدئيا اللي أنا قاعد أقولها خلها بس سنة سنة وشوف الفرق بس بشرط الطبقة بحذافيرها الأخضر تحت أشياء سويتها ما سويتها ما راح أتضرك يعني أنا عارف واحد من الشباب عنده راوتر انترنت عنده راوترين انترنت والموبايل المال فيه انترنت فلما حسبناهم هو عنده 1500 دقائية فقلت لعنزين لو استغنينا عن الألف وانت أساسا عندك اللي هو باوربانك معك 40 ساعة لو استخدمت انت بس النت اللي في الموبايل بيأثر عليك كان يقول لي لا فلما حسبناها بس الراوترين قاعدة فعلهم 60 دينار بالشهر 60 بسنة كم في مبلغ حلو صحيح تمام هذا مبلغ انت لو الدخلة في التسويق العقاري أو الدخلة في أسواق المال أو الدخلة في الذهب مو أحسن لك مو أوفر لك فاحنا لما نحط خطة ان أنا من اليوم خلال 6 شهر أبيان معلي ألف دولار مسلف مقرض مو قصقص على عمرك لا استغني عن الأشياء أو بالأحرى كل واحد إذا يريد شيء من بغى شيء خلق شيء طبعا أنت حين تبي فلوس تبي تدفق مالي تبي تسير رجال أعمال سيدة أعمال صاحب مشروع شنو أنت مستعدة تضحي عنه وقت نوم جامعة ربع دوانية هذا لكلهم خلهم هذا شيء أساس التواصل الاجتماعي خلني حق المال بدلا ما يكون كافي أخذه في البيت بدلا ما يكون رجبات سريعة في البيت بدلا ما يكون كذا أخليه في البيت هذا المال كله أي وزرعة في مشروع تجاري نصيحة مني حق الشباب التسويق الشبقي وايد ممتاز بس نصيحة أنك تختار شركة ثقة ولها يعني لها كيان في أرض الكويت أديش أسواق المال اللي هو ما يسمى سوق العمالة الأجنبية وايد ممتاز والديش اللي هو التسويق العقاري هذا اللي قدت شياهم راس مالهم يبلش من ألف دولار 300 دينار قدر الله ما شاء فعل خسرت ما تعورك صحيح ولا تاخذ لك قرض ولا سلف بـ 5000 ولا 10,000 ولا 15,000 في شغلة ثانية اللي هي دايما نشجع المشاريع الأونلاين لأنها توفر عليك وايد سواء أجراءات حكومية توفر عليك وايد من أجراءات وتوفر عليك وايد كمشاريع عفوا أستاذي تقصد اللي اللي نشوفها في السوشيال ميديا يعني مثلا مثلا قلتني أنا بفتح محل خياطة أنه مثلا علي طلب طيبين مكان وين مكان مكان تجاري نعم في خلو كم موقع من 20,000 طبعا أيدي عاملة أجار بلدية تجارة خامات توصيل مواقف وا 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 صح؟ صحيح هذا نفسه كله اخذيه أونلاين حاليا في سيرفرات قاعد توفر لك مكاتب كاملة أونلاين نعم عجارها في الشهر كم؟ 6 دنانير 10 دنانير بلاش أدفع 10 ولا أدفع 300-400 دينار صحيح تمام في دفع الحين وصار أونلاين يخبرنا عليك عمول أمية فلس أمية فلس ولا أدور لي موقف ووقف غلط وتخالف عليه صحيح فعالم المال صار واي سهل مع تطور التكنولوجيا فالتدفق المالي صار واي سهل علما بين آخر عشر سنوات ازداد عدد المليونيرية 100% بدليل سناب شات اللي سواه كم عمره اللي أسسه صغير كم عمره 26 سنة صحيح اللي أسس تويتر كم عمره الفيسبوك كم عمره عن استقرام كم عمره هذي لما طقوا الثلاثين أرباحهم بميزانيات دول القصد من الموضوع أن التدفق المالي صار سهل بس مسهولة اللي انت قاعد في البيت يبولي شاي يبولي ماي لا لازم أنا أقوم وأجتهد وأطيح وأقوم مرة ثانية صحيح استاذي يمكن أنا من شميوم قاعد أقرأ مثلا في تويتر تلقى بعض الشباب يعني في عمر صغير توهم لحن عندهم هذه الطاقة لكن دائما ما تشوفهم عندهم هذه السلبية متأة قاعد يعني ما تدري ليش قاعد تصبح عندهم هذه الأفكار يعني الواحد يفكر شون هو يطور من نفسه ينمي من نفسه يكون شخص ناجح لكن دائما لما تشوفها مثلا أنا شوفها عمرها 25 وقاعد تسأل نفسها متأة أنا أتقاعد فهذه مشكلة جدا كبيرة فمعناتها يتنعكس ممكن حتى على إنتاجيتها في الشغل اللي هي موجودة فيها التالي أنت لم أن تي تقول لها الدخرة يحاول الدشين تدفق المالي الأسهم والأمور النفس هذه ما رح تلقى عندهم هذه المقاقة مثل ما احنا نقول إلا إذا كان شخص فعلا حاب أنه يطور من نفسه ويكون شخص ناجح تمام كلامك على ما تم أيه أحلى التقاعد أم التقاعد المبكر التقاعد المبكر عندي شركة عندي وظيفة عندي مشروع هذا اللي أنا موصل لكي ربي لك الحمد الله أنعم علي أنا في نصر الثلاثين من العمر نعم أنا متقاعد مبكر نعم تمام عندي شباب يبتقاعدون الحين ما عندي مشكلة نزين شده بتسوي والله أنا بنام لضح العود ما عندي مشكلة شوين يصروف ما عندي مشكلة نزين بعدين نزين ما بين الحياة ونهاية الحياة مجموعة شهادات صحي شهادة الميلاد شهادة الجامعية وفات صحي مرع علينا كلنا لكن ما بينهما شنو هل عندك إنجاز تفخر في الكويت واي تكبرت الموضوع خلي الكويت على صوت ما يخالب هل سويت إنجاز وضع ربعك يستنسون عليه هلك يستنسون عليه مرتك تستنس عليه بنتك ولا ولديك يستنسون عليه تكون عايش مرتاح عايش مرتاح عندك هذا الأمان بالضبط الفلوس دائما ما تيب أمان للأمانة يعني تخليك تحس بالأمان أنه أنت لو حتشت عندك على طار الأمان وائد ناس تقول لك الفلوس ما هي مهمة أهم شيء صحة والعافية كلامك صحيح واتفغ معك كمية بالأمية لو الفلوس ما هي مهمة كان الله سبحانه وتعالى ما قدمها على البنون لما قال الله سبحانه وتعالى في محكمة تنزيله المال والبنون زينة الحياة والدنيا فالمال واحد من الاثين يعني أنك تأخذه بطريقة أنت راضي عنها وتعيش مرتاح مثل ما تفضلتي يعني أنها تكون همك وشغلك الشاغل احنا ما نبي بي ما نبي احنا اي للأسف وأقولها وبحسر الأمانة أنه عندنا في أكبيرة من الشباب همه أن يقز على البحر أنا يقز ما عندي مشكلة بس وقت فراغ والقز ما أخذينا همبع ترى فكر غلط القز معناها ترى تمشي فهذا شيء حلو تمشي اشرب عصير ربع النسي بانزي صرغالي بيعوضونا خمس سبعين دينا إذا ما مالله خير ما قسروا يأخذونا هنا يأخذونا هنا أموما حتى صابت لخمس سبعين دينار اتزعل ايه بس ترى فيها محاسن بالنسبة لي صحيح أنت زعلت على خمس سبعين دينار انزين ليش أنت ما تقول فرصة لي أدور لي شيء ثاني أشتغل فيه أعوض الخمس سبعين وأنا أعيش مرتاح للأسف همبعد أقولت شيئا مرة ثانية أن التسعة والتسعين فاصلة تسعة بالمئة من الشعب الكويتي موظف في أماكن ما يحبها صحيح أو إذا خذ شهادة خذ شهادة عشان أمه ولا أبو قالت له صحيح صحيح صحير عسكري مثل ولد عمك صحير طيران مثل كذا صحير كذا خلوا الشباب يصيرون مثل ما أهم صحيح دائما أقول حق الشباب اكتشف شنو موهبتك واستثمرها اليوم صحيح ترسم صحوا دورات بالرسم تطبخ بيع عندي واحد من الشباب من غير ذكر أسماء ما عنده شهادة يعني شاءة الأغدار نهم ما عنده شهادة اشتغل بالسيارات بيع وشراء سيارات بيع وشراء سيارات ونفسه في الطباخ تبارك الرحمن من أرع ما يكون فقاعد شايد يقول شرايك ما طلع من السنبوسة ذهب أنا واضحكت عليه شاء الكلام شايد يقولي تشوف قلت له يلا فعلا رحت عنده في البيت قاعد تبارك الرحمن التليفون ماسكت أرباحه بيوم واحد بنتين دينار ما شاء الله يعني لو أنا بالوزارة يوميتي كان ثلاثة عشر دينار فهو أكثر هو أكثر دبلات فسألت شنو صل الخلطة شنو قال لي ولا شي السنبوسة اللي بالسوق معروفة شنو جبن بطاط لحم خضرة قال ليها نفسها نفسها بس العين من بره ماله أحمر أصفر أخضر فأنا عبادي صبغت شنو أقول لا الأخضر مثلا فيها مثلا نعناع زيادة الحامرة مثلا فلفل اللي أنا مو مستوعب شنو قاعد يصير والناس فعلا قاعد تطلب منه ويبيع انفرزا طبعا هذا حول هواية اللي احنا ضحكنا عليها بالدوانية بزنز حاليا عنده كوشكات في مجموعة من المجمعات على البحر ومشاء الله يبيع تبارك الرحمن واحد من الشباب خده دوره شو يصنع عطور سوالة لوشن جسم باسمه وكاين باع من طلب من السعودية بالاسم ففي عندنا شباب يوصل صحيح بس احنا مشكلتنا ممكن نحبط لنا تعلمنا على التنازل صحيح انا دور على وظيفة محتاجنا انا اسس لي مشروع طيك العافية اكيد الاستاذ فيصل جاسب مستشار تطوير عمال هل في كلمة خيرة حاب تختم فيها والله انا فخور جدا يمكن انا قلتها قبل اللقاء واتشرف اني اقولها مرة ثانية زميل لناي في البشائرة معرفة 15 سنة بدأ من الصفر واليوم اقول لها تبارك الرحمن احنا بلشنا مع بعض من الصفر انا بالصحافة وانت في الفن واليوم تبارك الرحمن هو رئيس فريق العداد هو اللي استضيفني مع العلم انا استضفتها اول ما صرت صحفي فأول شباب نفتخر فيه عندنا ادوات ودائما اقول حق الناس الازمات هي تصنع الانجازات فانا قدها اللي قدرنا نصمد وسط الغزو وانا رفعنا عالم الكويت في المحافلة الدولية والعالمية نقدر انا عن نفسي بابي مفتوح والكل يدري سواء كانوا المتابعين على السوشال ميديا طبعا انا على قد يعني مو وايد 12 ألف 14 ألف يدرون ان انا مكتب بالديرة والباب مفتوح كل واحد ييني ياخذ استشارته ويطلع ما عندي مشكلة جد واجتهد والله العظيم ترى العالم في رزقه في خير وبالعكس عسى الله يوفقهم كلهم ان شاء الله صحة عسى الله يوفقك ان شاء الله استاذ فيصل جاسم افتشار تطوير اعمال امانة كسبنا معك هذا الحوار اللطيف شو ممكن نحنا نتدفق في اموالنا شواء وانا ندخر في اموالنا وصلنا معكم لختام حلقتنا اليوم لقاكم على خير في حلقة يديدة من برنامج رأيكم شباب مع السلامة